القفز إلى المجهول هكذا تواصل الأمم المتاخدة سياستها في الملف اليمني مقدمة للمكاسب تلو الأخرى لجماعة إرهابية تابعة لإيران تهدد الأمن والاستقرار الدوليين في المنطقة باتفاق جميع المراقبين للمشهد في اليمن منذ أشعلت الميليشيا الحوفية بدعم إيراني حربها على اليمن عام 2015 توالت الجهود الأممية والدولية وأسفرت عن جولات من المفاوضات انتهت جميعها لصالح تمكين الميليشيا الإنقلابية وتثبيت نفوذ إيران في البلاد وممر الملاحة الدولي في البحر الأحمر وعلى الرغم من توحد الموقف الدولي نسبيا في الملف اليمني إلا أن المقاربة الأممية لم تتغير ضغوط مستمرة على الحكومة الشرعية لتقديم التنازلات تلو التنازلات وإمعان حوثي إيراني مستمر في عرقلة كافة جهود السلام ونقض جميع الاتفاقيات مع انتزاع المكاسب فقط مجددا يعود الضغط الأممي عبر نائب المبعوث الجديد من أجل الذهاب نحو جولة تفاوض جديدة دون أدنى ضمانات فيما تواصل الميليشيا اختطاف آلاف اليمنيين من بينهم صحفيون وسياسيون أبرزهم السياسي محمد قحطان وصلف وتعنت حوثي عن فتح الطرقات إمعانا في حصار تعز وتمزيق البلاد ومفاقمة معاناة الشعب اليمني الميليشيا الحوثية ونتيجة السياسات الأممية والدولية الرخوة تجاه انتهاكاتها تستمر في اقتراف مزيد من الفضائع وقمع الحريات واختطاف المزيد من النشطاء والمدنيين والزج بهم في سجونها لتضيف معاناة مئات الأسر الجديدة إلى قوائم آلاف الأسر التي تكابد المرارات جراء اختطاف وإخفاء ذويهم منذ سنوات وتعد قضية السياسي محمد قحطان واحدة من المآسي التي تمعن الميليشيا في تعقيدها حيث تواصل إخفاءه منذ تسعة أعوام وترفض إطلاق سراحه ضاربة عرض الحائط بقرارات أمومية ومعقة جهد السلام